جيس تيك. في جيس تيك آآ سعيد جدا باستقبل جيسر آآ عيد زميلنا وصديقنا ومزيل هو اللي كنت تسمع فيه طوي قدم في الاخبار اخطفناه من البيب خلينيه في في الكرسي. اهلا وسهلا جيسر لبس عليك. مرحبا يا محمد فرحان اللي انا اليوم آآ خلاف الاخبار نجينا الدخل معك. مرحبا بيك احنا سعادة آآ جدا. جيسر العبادي اللي ما تعرش انت زادة كيف كيف كاتب. آآ وبما انو احنا قبيلة بش نكونوا واضحين مع سيدة المستمعين. احنا قبيلة كنا نحكيه. الكواليس. على في الكواليس تداعيات آآ وآآ يمكن مخرجات آآ معرضة الكتاب. انتي كنت قدمت لي آآ كنت سئلت لي قلت لك. تيان اساسا مخش بيان معنى معرضة الكتاب. بس كو سافا فما فما بيوعيتو. قلت لي محمد بالنسبة لي انا ما فهمش فرق كبير. على خاطر ما عنديش آآ يمكن آآ ربحة كبير من آآ من بايع الكتاب. قلت لي كيفاش? كيقول يانا الكاتب آآ ما عنديش ربحة كبير من بايع له كتبه. يعني كينه واحد آآ بام مع حفظ المقامات. معنى. اي واحد يبيع في اي سرعة. بنشير الكتاب ما هوش اي سرعة. لكن يقول لك لاني لي. ما نش قاعد نربح فيها برش. ملاش كون نقاعد يربح فيها. هو ما هوش سره ذايا. لا يخف على احد انه في قطاع اللي نشره قطاع الكتب. عموما الكاتب هو اضعف حلقة. لانه اللي يعنيه في في نهاية الامر انه يخرج المنتوج متاوي. يحب الناس تقراله معنى. مه. الدور وين هو عند المكتبة وعند الناشر الى اخير هي بشو ما يسوقه للمنتجة ذاك. مه. فالكاتب لهنا هو اللي ياخو اقل اقل نسبة لو كان مثلا خمم سوط علي كتاب سمو اربعين دينار. مه. فالكاتب قديش ياخو منه معنى. انا بش نقسمه النسبة. تقريبا نسبة خمسة واربعين بالميرة يتمشي للموزع. اللي ياخو نصيب الاسد. اللي هو يمشي يعطي الكتابة ذاك يحطه في المكتبات. وفي في اللاكشاك في البلايس اللي يلزم الكتاب يتوجد فيها. واه. البقية النسبة حوالي تقريبا تلاثين بالمئة. اه تمشي للمكتبة. مه. وبقية النسبة تمشي للناشر. هي نسبة بسيطة معت عشرين خمسة وعشرين في المئة. مه. تمشي للناشر. اللي الناشر يلزم هو يستعين بمدقق لغوي. يستعين بمصمم. اه جرافيس بشي يعمل الغلاف. اه مصاريف اخرى لو كان عنده اه لوكال ولا حاجة بش يعني. الناشر زي ده هو بيدو حلقة مستضعفة شوية في اله في هذي الكل. في الاثناء اذي الكل الناس تسائل اه علاش مع انت اصلا ما نكتشحوش المجال الرقمي. مه. مدام الكتاب في حدية ولا مكلف تباعة الورق ولا يتغالي. بغابة اليوم. اربعة مرات زيد. اه سعر الورق. اكزاكتما واليوم اتقولي رانيانا دار الناشر بنيت خمسة وعشرين بالمئة. معنى الكاتب بنتي صح لك اقل من من عشرة بالمئة خمسةاش بالمئة تقريبا. نقولوا مثلا اه في في الكتاب ينجم يكون دينار على الكتاب معتلا. اللي هو قدي بش تبيع من نسخة. قديش بش تبيع من نسخة بش نجم اه ما هوش مهنة معتلا. انه شخص كاتب ما هيش مهنة هي. معنى هاليوم كي نقول كي كاتب معنى نسبة لينا من المهن الراقية معنى من حاجات معنى افكتيف ما معنى سي سي ان بو بارادوكسال معنى فما شوية تناقض معنى. هل باي السؤال هو هل فما اليوم كاتب يعيش بالا بالكتاب من بتاعه. نفماش تقريبا. في تونس في بلدان اخرى نجمون القاول الكاتب هو سوبرستار معنى يمشي ويوقع وحفلات ويعمل اشهارات وكذا في تونس لا الى حد الان على الاقل يعني نحن ان شاء الله نقم له هذية. ان شاء الله. لكن هذا ما يرجع بطبيعة لو الا اذا كان نسبة القراءة ترجع تتزاد. وبالحق الكاتب يرجع لك العقلية بتاع سوبرستار نحترموه شوية نوفرولو حاجات. شوية مرحنة وشوية مرتبط لدين. هذا مش مع مش معتالي الكاتب رهو ضحية. ليه حتى هو بيدو زاد مساهم شوية في التقصير اذية. احنا اليوم هذية الكلامة ذاية ولا حوار الصغيرة ذاية بشي هزنا الباب اخر. الي هو اليوم اذا كانت تقولي ارانيانة خمسة واربعين بالمئة. من 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 مشارج همتاع الكتاب. تمشي للدستريبيوتور. تمشي للمعرشة. قلت لي انت ارا مثلا للمكتبات وغير 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 وغير. معنى او قلت لي انت فهمها الماتير البرميار متاع المادة الاولية متاع الورقة اللي هي ضعفة تقريبا اربع مرات. اليوم هذا ما ينجمش يكون الكتب الرقمية. تنجم تكون حل من الحلول اللي انتي اليوم ككاتب تتنافس شوية. نجم تحط الكتاب متاعك على الديجيتال. تولي انتي دار النشر. هيا مثلا تاخذ البروجيت. تولي انتي عندك اكثر برسنتاج. هي بيدها ينقسلها الشارج. ما ينجمش يكون ذاية حل من الحلول. هو حل من الحلول. اه تبقى شنوى المشكلة متاعه الصغيرة انه اه حل على المادة المتوسط ولا البعيد. لانه على المادة القريب. اه كأنه التونسي مازال مش متصلحة شوية مع الحاجة الرقمية. قبيلة بركة جبدنا المواضيع من الفاتورات اللي خلصها التونسي الرقمين. التونسي مازال يخاف. حتى انتي كي بيش تقول ويجي نعملك اشتراك في في منصة بيش تقرأ كتاب رقمي. اه يرضى هو انه يدخل يفركس عليه بيدياف. وانقر هنا وانقر هناك. وكل سيستام هذيك الكل. وما يحطش هك الكرت بونكير متاع ولا في حاجة محترمة شوية تنجم توفر لك اشتراك شهري وتخلص. كيف بالنسبة البودكاست يعني نحكي ويا اما تنجم تسمع وكتاب مسموع ما تتقرأ اوديوبوك. وانلا تنجم تقرأ بيدياف كي ما هو. لكن اه العقلية ذية مازالت مش مش منتشرة شوية. لا والله لا اليوم مثال شهي بيتاتر مازالت الفكرة مازالت مش منتشرة. لكن اليوم نرجع ونقول بنسبة لي انا اذا كان الكاتب ما هوش هو اللي يستنفع. ام. من 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 المنتوج اللي هو. اخوه حطوه في الجيب ولا. معنى اليوم اه ادولاد وكل شي هو يعني كان ما هوش موجود الكاتب هو الوحيد الذي لا يعوض. يعني دار النشر نجمه نلقاه يعني هو الفكرة كل شي موجودة عنده هو الكتاب سي فكرة. سي 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 سي. يعني دار النشر والمطبع كل شي هما تبنائه على الكاتب. على ظهر الكاتب. بالضبط. في الاخير هما ليحقوا ارباح على حسابه. بالضبط. اه مفارقة شوية العملية لكن اذكا هو المرشي. وهذا اليوم يا رجعنا للدباع اللي كنت عمال السنين التالي يقول لك ليه. وهذا يمكن مش مش لوم للكتاب لكن فهمه برشا. كتاب يقول لك ليه انا راهو اه المتعم تاع الورقة. ماتتعوضش. اوكي متفهمين الكتاب الورقي هو المتعم تاعه موجودة. لكن اليوم كي يبدأ الكاتب يتذر بالكتاب الورقي من البرودوي. فبيه مشكلة. نوليه وقتا علش ليه مسالش نوليه نتصالحه شوية مع انفسنا ونمشيه للكتاب الرقمي. وعليش ليه معناها يساعدنا الناس الكل. مع الكاسكيت متاعك الاخرى في الجانب البيئين وزادة كيف كيف مع انت الورق قدش منه. كل ورقة خمسة عشرين يتراميه. ولا مع انت لازم ننقصه شوية نحده شوية من استعمال الورق ونشجع شوية صحيح هذا في مضالة العينين راهو. مش حاجة به يا برش. ماذا بينا نحنا نخرجه للمراهقيين للشباب كل شيء من تيك توك ومن الفيسبوك يعني يخرج شوية يمشي للورقة. لكن اذا كان الورقة زيدة فيها مشكلة وفيها مصروف اخر. يعني منا تكوي ومنا تشوي لحقيقة. بالضبط ماليه وقتا نعملو كيما البانشماركينج نشوف واناهو دراسة جدوى. المير عندك تعليق? اي عندي عندي برشة تعليقة ما لحقيقة خاطر اتفاجأت برشة زيدة معنا ما تصورتش لها الدرجة انو ديس بورسان ولا دينار على كتاب راهو. راه يا راهو انك بش تكتب كتاب مع لها سيب. قلب وجو عمل لك اي 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 انا اي انا اي انا الراك طاوى نحنا عايشين عانا عانا اوبورتونيتي كبيرة انو عايشين في عصر متاع ديجيتال في تونس اي انا واحد من الناس طاوى نشوف من روحي اني انا ليزا بونمونت علي ماجازين متاع كلهم يصلوني كل شهر في تليفون ونقرأ بالتابليت متاعي. الحقيقة. فمبني و عامل كيف على الحاجة دي كابوس كف طاوى لزوتي وحاطة تنجم. معناه يا ريت قبل كنت في كتاب ورقة تحط بالماركور كل شهر. اذا يكون موجود معناه كل شهر. انو فكرة تسويق الا اه الكتاب على انا 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 من من جهتي. عنا ديجون في تونسي نجموا يسوقوا الاكتوبر اللي موجودين طاوى اقوى من شركتنا. دونك هذي فرصة نجموا نستغل. واضح. شكرا لك اه اه جسر. عيد ما دوشت لك اكثر اه اه وقت هذي كانت جيستيك.